الاختطاف لتلبية مطلب أو دفع فدية مالية وقد يكون لمقيضة الحكومة لإطلاق سجنة لكن الغموض يلتف حول اختطاف إزابل بريم الفرنسية والتي تعمل مستشارة متخصصة في التنمية المستدامة والاتصال والتي اعترضها مسلحون مع مرافقتها شيرين مكاوي عندما كانت تستقل لان سيارة أجرى في العاصمة اليمنية واقتادوهما إلى جهة مجهولة واقع مرعب ومتجدد لظاهرة ما باتت تختفي حتى تعود من جديد ففي الوقت الذي تعيشه اليمن من توتر أمني ومغادرة السفارات ما يشكل قلق كبير للسلطات الأمنية التي تتهم بالعجز والتقصير فبمجرد تأكيد خبر اختطافها سارع الرئيس الفرنسي إلى مطالبة الخاطفين بالإفراج عنها فورا نطالب بأن يتم الإفراج عنها بأسرع ما يمكن نحن نعمل على تحديد مكان وجودها وسنفعل كل شيء من أجل أن تستعيد حريتها 35 حالة اختطاف لأجانب من جنسيات عدة بحسب تقارير إعلامية غير حكومية خلال العام المنصرم فعمليات خطف الأجانب في اليمن تتساعد بشكل مريع ومنظم والهدف منه بحسب خبراء تدمير البنية السياحية وإلحاق الضرر بالاقتصاد اليمني الوضع الأمني في تصعيد مستمر هذا ما أكده مراقبون وأن الوضع يسير باتجاه سيء ما لم يعاد النظر فيه وإيجاد حلول عاجلة وجذرية للمشكلة الأمنية واتخاذ عقوبات رادعة بحق من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم الاختطاف وكل من يحتضن المختطفين لا تزال القبيلة